احتفلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باليوم العالمي للأرصاد تحت شعار الإنذار المبكر والعمل المبكر وذلك برعاية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حيث يوافق الثالث والعشرين من مارس من كل عام يأتي الاحتفال في إطار الظواهر الطقس والمناخ والماء التي أصبحت أكثر توتلا في أنحاء كثيرة من العالم بسبب تغير المناخ وبات عدد الأشخاص المعرضين لما يرتبط بهذه الظواهر من أخطار متعددة أكبر من أي وقت مضى هي مناسبة بنحتفل بيها مع زمينا أنا حرست على التواجد في وسط زميلي من هيئة الأرصاد بحكم عملي كطيار أن أنا أعلم قيمة هيئة الأرصاد وقيمة الأرصاد في المجتمع فلابد أن أشاركهم اليوم في احتفالهم ولأن أنا زي ما قلت لحضرتك نعلم قد إيه الناس دي يعني أو القطاع دوت من الوزارة عليه لوت قد إيه فلازم نكون فيه بشاركه ناردة هو اليوم العالمي الأرصاد الجواب يحتفل بيه على كل مرافق الأرصاد في كل دول العالم دايما منظمة بتنزله تايتل أو عنوان العنوان بتاع السنية دي هو الإنزار المبكر والعمل المبكر نتيجة طبعا التغيرات المناخية اللي بتمر بالعالم كله من ضمنها مصر والتأسيرات اللي احنا بنشوفها سيهم درجات الحرارة طبعا اللي بتليها يعني غير معتادة أو الأمطار الغير معتادة أو كل الزواهر الجوية اللي بقت تعتبر زواهر طقس حد